بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرحب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين لا زال الحديث أيها الإخوة في هذه الآيات الكريمات موصولا بقصة غزوة أحد التي مرت معنا والله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات أهمية طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأنها هي الأمر المقدم على كل شيء كما أن طاعة الكافرين هذه لا تقود إلا إلى الخسار والبوار لا يمكن أن يتوقع من طاعة الكافرين ما يرضي الله سبحانه وتعالى لأن الذين كفروا لا يريدون للإسلام ولا لأهله الخير إنما يريد لهم الشر والخذلان والفتنة فالذين يطيعونهم ويتبعونهم ويوالونهم أو يستمعون إليهم هؤلاء مصيرهم إلى الخسران كما قال الله إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين لكن الواجب المتعين هو موالات الله سبحانه وتعالى والاتباع شرعه بل الله مولاكم وهو خير الناصرين النصر من عند الله وأما الالتجاء إلى أعداء الله طلبا لنصرتهم أو معونتهم أو مشورتهم هذا هو الخذلان بعينه ثم قال تبارك وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الرعب هذا هو شدة الخوف وتزلزل القلوب مما تحذر وهذا أمر تفضل الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة على نبيها محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أمته معه وكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة هذه الأمور الخمسة أولها هو نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم وهذا ما حصل في غزوة بدر وحصل في غزوة أحد في بداية أمرها أن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب الأعداء من المؤمنين الصادقين هذا كله مشروط بالصدق مع الله والاستقامة على أمره فلذلك الله سبحانه وتعالى هنا يمتن على عباده المؤمنين بأنه فعل ذلك فيما مضى وسيفعله سنلقي لأن هذه الصيغة السين هذه للمستقبل وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين الصادقين سيلقون العون من الله تبارك وتعالى في كل مقابلة في الجهاد يقابلون فيها أعداء الله أن الله يلقي في قلوب الأعداء الرعب قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب ماذا قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا الشرك بالله والكفر هذا هو أعظم الأسباب التي أوجبت لهم هذا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا في الدنيا الله سبحانه وتعالى يلقي هذا الرعب وهذا الفزع في قلوبهم قال ومأواهم النار مأواهم النار في القيامة في يوم القيامة يعني يلقون الخزية والرعب في الدنيا ويلقون الجزاء في جهنم والعياذ بالله في يوم القيامة قال وبئس مثوى الظالمين بئس مثوى الظالمين يعني جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم منها بئس مثوى الظالمين هذه جهنم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بالنعمة التي امتن بها عليهم في بداية غزوة أحد وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَعْدَهُ بِمَاذَا؟ بالنصر والتأييد إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ما معنى تَحُسُّونَهُمْ يعني تقتلونهم يعني إذ تقتلونهم بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا فيه تأكيد على أن النصر والفوز إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى ليس بالقوة المادية ولا بالكثرة العددية إذ تحسونهم بإذنه وهذا حصل في بداية المعركة في بداية معركة أحد الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب الأعداء وانتصر المسلمون في بداية الأمر وقتلوا من الأعداء فولى الأعداء هاربين لكن حصل ماذا حصل أن من وضعهم النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الرما للحراسة تركوا مواقعهم هذه تركوا مواقعهم في الحراسة عندما رأوا انتصار المؤمنين وفرار جيش الكافرين فنزلوا ليشركوا إخوانهم في الغنائم فالتف الأعداء عليهم من الخلف وأوقعوا بالمسلمين مقتلة عظيمة قتلوا من المسلمين سبعين رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر المؤمنين بهذا الأمر ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر تنازعتم في الأمر كيف هؤلاء الرما الذين وضعهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الجبل أمرهم أن لا يبرحوا أماكنهم على أي حال سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا لكنهم عندما رأوا انتصار المسلمين اختلفوا طائفة كبيرة منهم تركوا أماكنهم ونزلوا ليشاركوا في الغنائم وبقيت فئة قليلة لم تستطع أن تصد جيش الأعداء فحصل ما حصل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أمرهم أن لا يبحرحوا أماكنهم لكن هؤلاء خالفوا فكانت هذه العاقبة الأليمة من بعد ما أراكم ما تحبون من بعد ما رأيتم النصر نصر المؤمنين على الكافرين في بداية المعركة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهذه شهادة شهادة من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين وضعهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الجبل للحراسة هؤلاء الرماه منهم من يريد الدنيا ترك الواجب الملقى عليه ونزل إلى أرض المعركة ليجمع الغنائم مع الغانمين ومنهم من يريد الآخرة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقوا في أماكنهم حتى قتلوا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بعد النصر الذي حصل حصلت الهزيمة ابتلاءاً واختباراً من الله سبحانه وتعالى لعباده حتى يتبين لهم شؤم مخالفة أمر الله وأسيان أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ومع ذلك فرحمة الله سبحانه وتعالى تشمل المؤمنين في كل الأحوال الله سبحانه وتعالى مع كبر هذا الخطأ الذي ارتكبوا عفى عنهم ولقد عفى عنكم عفى عنكم في أي شيء في مخالفتكم هذه التي تسببت في الهزيمة التي حصلت للمسلمين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هذا تصوير لما حصل بعد أن التف جيش الكفار على المسلمين وقتلوا منهم ما قتلوا انصرف الطائفة من المسلمين هاربة ولت على أدبارها ذاهبة إلى المدينة إذ تصعدون ذهبوا سراعاً لا يلوون على أحد لا يلتفتون لا ينظرون همهم أنهم يبحثون عن النجاح بالمسارعة إلى الذهاب إلى أماكنهم في المدينة تصعدون ولا تلوون على أحد لا تلتفتون إلى أحد من شدة الخوف والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في أرض المعركة في معركة أحد وأصيب عليه الصلاة والسلام أصيب الرسول عليه الصلاة والسلام إصابات بليغة في جسده الطاهر الشريف في يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام في وجنته وسال دمه عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الرسول يدعوهم إلي يا عباد الله إلي يا عباد الله إلي يا عباد الله والرسول يدعوكم في أخراكم يعني هذا الأمر هو الذي يحبه الله وهو الذي يقربكم من الأجر والثواب المدخر لكم في يوم القيامة فأثابكم غما بغم لم تستمعوا أو لم يستمع بعض منكم لطلب الرسول عليه الصلاة والسلام فأراكم الله الهزيمة ثم بعد ذلك زادكم غما أنكم خالفتم أمر الرسول ورأيتم ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن معه من الجراحات ومن الآلام فأثابكم غما بغم كل هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ما فاتكم عفى الله عنه كما قال في الآية السابقة ولقد عفى الله عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم إذن العبر بما ما بأي شيء بما سيأتي المستقبل إياكم أن تعودوا لمثل هذا الأمر لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لأن ما أصابكم هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى والشهادة والجراحات والآلام والمصائب التي حلت بكم هذه أجرها عند الله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الله لا يخفى عليه شيء مما حل بكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا هذا النعاس الذي يكون في حال الخوف دليل على الأمن لأن الخائف لا يأتيه النوم الخائف لا يأتيه النوم لكن الله سبحانه وتعالى كما أنزل النعاس على المسلمين في غزوة بدر ليطمئنوا وليقابلوا عدوهم بشجاعة وثبات أنزل على من بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض المعركة هذا النعاس ثم أنزل عليكم من بعد الغم من بعد هذه المصائب التي حصلت لكم نعاسا يغشى طائفة منكم هؤلاء الذين ثبتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمنوا كأنهم لا يحسون بشيء نزل عليهم النعاس وقلنا إن هذا النعاس والنوم لا يأتي للخائف وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فيه طائفة ثبتت وصدقت أنزل الله عليها النعاس تثبيتا لهم وتطمينا وطائفة ما أهمها إلا أنفسها هربت وأرادت الرجوع إلى المدينة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله ولا عباده المؤمنين هذا ظن الجاهلية وأما المؤمن الذي يؤمن بالله ويوقن بوعد الله تبارك وتعالى وأنه هو الذي ينصر عباده إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي يوقن بهذا هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقولون هؤلاء الذين ظنوا ظن الجاهلية أن هذا الدين انتهى والرسول عليه الصلاة والسلام ربما قتل يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يعني نحن يقولون في أنفسهم إنما حصل لنا بسبب سوء تقديرنا وأننا لم نتأكد من أننا نقدر على مقابلة عدونا هل لنا من الأمر شيء لا يستمع إلينا ولا يؤخذ برأينا قل إن الأمر كله لله هذه هي الحقيقة قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك هذه هي الفئة المنافقة والفئة التي تأثرت بالمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عندما وصل إلى أرض المعركة في أحد إن هزم رجع ببعض من معه ثلث الجيش وهذا فيه يعني إضرار بموقف المسلمين وهز لمشاعرهم وثباتهم ثلث الجيش يرجع هذا الله سبحانه وتعالى كشف ما في نفوسهم قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يعني لو أحد سمع كلامنا وأطاعنا ما خرجنا إلى المعركة بقينا في المدينة وسلمنا من القتل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا في أرض المعركة لكن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الحياة والموت والآجال هذه كلها مقدرة من الله سبحانه وتعالى لا يزيد فيها حرص حريص ولا ينقص منها تهور متهور أبدا فالذي يكتب له أجل زائد تستمر حياته والذي ينتهي أجله لا ينفعه أن يقعد عن المعركة ولا أن يبقى في بيته قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور فقولكم إنكم لو لم تخرجوا لم تقتلوا ولم تصبكم هذه الجراحات هذا كلام لا يقبل وليس له في ميزان الله قليل ولا كثير لأن الآجال مقدرة بقدر الله سبحانه وتعالى عندما ينتهي أجل الإنسان يأتيه الموت ولو كان على فراشه وبين أهله وإذا كان في أجله فسحة فإنه سيبقى حتى ولو كان يقابل الأعداء ويتعرض للحرب هذا الأمر يجب أن يستقر في نفوس المسلمين ولهذا الله سبحانه وتعالى يبكت هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم يعني كما تظنون أنكم في أمن وأمان لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني إنساق وإنقاذ هؤلاء إلى أماكن موتهم إلى أماكن موتهم جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له حاجة إليها يعني إنسان مثلا يسكن في مدينة وأموره في هذه المدينة وسبيل عيشه وأسرته في هذه المدينة ولكن تترأ له حاجة مثلا سمع بطبيب أو دعاه صديق في مكان آخر فيخرج من بلده إلى المكان الآخر فيدركه أجله في ذلك المكان وهذا كما قال الله تبارك وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا كله في قدر الله مقدر انتهى أمره ليس فيه زيادة ولا نقصان قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ما في صدوركم من الغيظ والبغض وما في قلوبكم من الوساوس وساوس الشيطان أنكم لو لم تخرجوا للقتال إلى المعركة لسلمتم من القتل هذا كله من كيد الشيطان ووساوسه والله عليم بذات الصدور حتى ولو لم تنطقوا به ولو لم تتفوهوا به الله يعلم ما في صدوركم من هذه الوساوس والهواجس الشيطانية ثم الله تبارك وتعالى يذكر هنا ما حصل من الذين تولوا الذين هربوا تركوا المعركة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان أي جمعين جمع المؤمنين وجمع الكافرين قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هذا الشيطان هو الذي سول لهم وصور لهم أن فرارهم هذا سينجيهم من الموت ولقد عفى الله عنهم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ما أعظم فضل الله على عباده وما أرحمه بهم الله سبحانه وتعالى أرحم بهم من الوالدة بولدها رحمة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق الرحمة وجعلها في مئة جزء فأنزل جزءا واحدا منها إلى الأرض فبه يتراحم الخلق قال حتى ترفع الدابة يدها عن وليدها خشية من أن تطأ هذا من آثار رحمة الله من آثار هذا الجزء في الدنيا وأين البقية قال وادخر البقية 99 ليوم القيامة وهذا كما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم هؤلاء استزلهم الشيطان يعني تأثروا بما قاله هؤلاء المنافقون وما وسوس به إليهم الشيطان أنهم إذا هربوا رجعوا سالمين ولم يقتلوا لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في قلوبهم إيمانا صادقا فلذلك عفى عنهم قال وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ في فعلتهم هذه إن الله غفور حليم ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يحذر عباده المؤمنين مما يقوله أهل الكفر وأهل النفاق الذين كان منهم عبد الله بن أبي ومن معه هؤلاء الله سبحانه وتعالى يحذر عباده المؤمنين من مقولاتهم ومن معتقداتهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ يعني راحوا للتجارة لمصلحة معينة لمصالح أو كانوا غزة يعني كانوا في الحرب خرجوا للجهاد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذه المقولة الباطلة الآثمة تخالف قدر الله تخالف شرع الله تخالف أمر الله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يريدون أن يشعروا المؤمنين بالحسرة على من مات منهم يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لماذا؟ هل تستطيعون إطالة آجالهم؟ لا لكن هذه من وساوس الشيطان فالله يحذر عباده المؤمنين من هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتأثروا بهذه الدعاوة وهذه الوساوس لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ذهبوا لتجارة أو لمصالح معينة أو كانوا غزة يعني كانوا في الجهاد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يتحسرون على أقربائهم وأحبابهم وأصدقائهم هؤلاء الذين قتلوا لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى بيده الحياة هو المحيي وهو المميت وهو الذي يقدر الآجال ويقدر الأرزاق فلا ينفع لا ينفع الإنسان قعود ولا إقدام ولا يضره إقدام لأن قدره وأجله مكتوب محدد والله يحيي ويميت يعني بيده الإحياء والإماتة والله بما تعملون بصير ثم ربنا تبارك وتعالى يبين لعباده المؤمنين أن الإنسان إذا خرج للجهاد في سبيل الله ثم قتل هل خسر شيئا هذا؟ هذا هو الذي كسب الدنيا والآخرة أصبح شهيدا إذا كان صادقا ولئن قتلتم في سبيل الله وهذا شرط إن قتلتم في سبيل الله أما القتل في سبيل الشيطان وأما القتل في سبيل نصرة حزب على حزب أو عصابة على إصابة أو القتل في سبيل ظلم أو بغي أو استيلاء على ما لا حق فيه لأحد فيه هذا ليس في سبيل الله ما كان في سبيل الله يعني ما قصد به وجه الله وكان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله وكان موافقا لإن قتلتم في المعركة ومتتم إذا خرجتم طلبا لمرضات الله في عبادة الله هذا الموت في سبيل الله مثل ماذا؟ مثل إنسان خرج ليصلح أو ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى وفي الطريق أدركه الأجل أو خرج يريد الحج أو العمرة أو خرج يريد الحج أو العمرة أحرم وقد يصل إلى المشاعر مثلا ثم يموت وهو على تلك الحال فقد تم أجره على الله كما قال الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يعني إن قتلتم في المعركة خرجتم للجهاد وقتلتم في المعركة أو خرجتم في أمر من الأمور التي يحبها الله طاعة لله في سبيل الله فأدرككم الموت قال لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه لا ينبغي أن يظن أن هذا الإنسان خسر حياته ولو بقي في بيته وبين أهله لما حصل له ما حصل لا سيأتيه الموت إذا انتهى أجله ولو كان بين أهله وكان كما يقول الشاعر كم من راقد في أهله والموت أدنى من شراك نعله على فراشه ويأتيه الموت ينام ثم لا يصح وهو على فراشه بين أهله ها؟ لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه ما يدخره الله سبحانه وتعالى من المغفرة والرحمة لهؤلاء الذين خرجوا في طاعته وطلبا لمرضاته خير من كل شيء يتداوله الناس في هذه الدنيا ويحرصون عليه من حطامها ثم قال تبارك وتعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون كل الخلق مصيرهم أن يكونوا عند الله تبارك وتعالى في المحشر هؤلاء الذين قتلوا أو ماتوا كل هؤلاء سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى سيقفون بين يديه سيقفون بين يديه لكن في آيات أخرى ذكر فضل الشهادة وكما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فضل الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الشهيد وأنه يشفع في يوم القيامة في سبعين من أهله يعني ممن يستحقون النار يشفع فيهم هذا الشهيد هذه منازل عظيمة للشهادة وَلَإِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وهذه هي المحصلة الإنسان مرتهن بعمله يعني ليست القضية قضية الموت أو الحياة بل القضية قضية العمل الذي يقدمه الإنسان ويقابل الله تبارك وتعالى به إلى الله تُحْشَرُونَ قال فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكْ فَأَفُعَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ الله سبحانه وتعالى أثنى على رسوله عليه الصلاة والسلام في مواطن أخرى في سورة في جزء تبارك الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الكامل صلى الله عليه وسلم ما كان يلقى أحدا بماكره كان النبي عليه الصلاة والسلام هينا لينا متواضعا بشوشا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي حصل من بعض المسلمين من المخالفة التي أدت إلى أن يصاب المسلمون بما أصيبوا به في أحد أمر عظيم لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان موقفه موقفه لا يخرج عما ذكره الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ النبي عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليه قال فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلِهِ عَلَيْكِ حَتَّى وَلَوْ أَخْطَأُوا يُعَالِجِ الْخَطَأِ وَيُعَلِّمْ وَيُعَلِّمْ الْجَاهِلِ لَكِنَّهُ لَا يُنَفِّرُهُمْ وَلَا يُعَنِّفُهُمْ وَلَا يُؤْذِيهِمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ وَمَا كَانَ الرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام كذلك فالله لو هذه يعني حرف امتناء قال لو كنت فضاً غليظَ القلب لن فضوا من حولك يعني لو أنك عملتهم بالفضاظة والغلظة وكهرتهم ونهرتهم وشنعت عليهم ماذا سيحصل سيتفرقون عنك لكنك سكت وتألفت قلوبهم ولنت لهم فعادوا إليك وأقبلوا يستمعون منك ويلتفون حولك ولو كنت فضاً غليظَ القلب وهذا فيه درس عظيم لكل الآباء والمربين والأزواج وولاة الأمر لكل من ولاه أمراً كبيراً أو صغيراً لو كنت فضاً غليظاً القلب لن فضوا من حولك لأن هذه الفضاظة والغلظة لا تؤدي إلى الألفة ضد الألفة هذه فينبغي للإنسان دائماً أن يستحضر هذه المواقف العظيمة وهذه الصفات الكريمة التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على رسوله عليه الصلاة والسلام لو كنت فضاً غليظاً القلب لن فضوا من حولك إذن ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد تألم وجرح في نفسه صلى الله عليه وسلم وقتل عمه وقتل أصحابه ماذا يصنع قال فعفوا عنهم واستغفر لهم أيضاً استغفر لهم ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب استغفر لهم قال اللهم اغفر لهم هذا يعني يحصل به بإذن الله محو ذنوبهم التي ارتكبوها ومحو الأخطاء التي حصلت منهم وشاورهم في الأمر هذا أعظم من ذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عندما خرج إلى خارج المدينة إلى هذه الموقعة إلى جبل أحد كان قبل ذلك لا يريد الخروج فشاور أصحابه فكثير منهم أشاروا عليه بالخروج وكان من نتيجة هذا الخروج ماذا هذه الهزيمة التي حصلت وإن كانت لها أسباب أخرى لكن هكذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يرغب في الخروج شاورهم فألح عليه كثير منهم بالخروج فالله سبحانه وتعالى يبين له أهمية المشاورة يعني لا تظنن أن ما حصل لك بسبب مشاورتك لهم لا وشاورهم في الأمر حتى بعد هذا شورى أمر عظيم أيها الإخوة من عزائم الأمور الشورى هذه ما هي الشورى الشورى هي تداول الأمر من أهل الخبرة من أهل المعرفة تداولون الأمر بينهم حتى يصلوا إلى ما هو الشيء الصواب أو الأقرب للصواب فيفعلون هكذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير المشاورة لأصحابه شاورهم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر شاورهم ماذا يصنع هل يقابل جيش قريش ويقاتلهم أو لا يقاتلهم شاورهم في شأن الأسرى أو في شأن الغنائم شاورهم في غزوة الخندق شاورهم في غزوة الحديبية شاورهم في أحد هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤيد بالوحي فمن كان دون النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى بالحرص على المشاورة بالحرص على المشاورة أقل ما في هذا أنه يوافق أمر الله سبحانه وتعالى الله أمر بمن كانت له ولاية أن يشاور حتى الأب مع أولاده حتى الزوج في الأسرة حتى من كانت له إدارة أو ولاية كبيرة أو صغيرة هؤلاء كلهم ينبغي أن يتشاوروا ليصلوا إلى الأمر الذي يظنون أنه هو الصواب وكان الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تشاورون فيما بينهم في القرآن الكريم سورة سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الشورة سورة الشورة وذكر الله سبحانه وتعالى فيها من صفات عباده المؤمنين أنهم أمرهم شورى بينهم قال وأمرهم شورى بينهم يتداولون فيه وهذا دليل على أن المسؤولية يعني بين الجميع وهذه المشاورة فيها بركة عظيمة كما يقولون فيها توزيع للمسؤولية يعني لو أن المسؤول الأول اتخذ هذا الأمر من عنده وحصل أمر مكروه تحمل التبع هو في نظرهم وقالوا له أنت الذي أوقعتنا أنت الذي فعل لكن لو وحصلت الشورى أصبحت المسؤولية موزعة على الجميع ثم فيها أمر آخر أيضا أنه إشراك أهل الخبرة وأهل الاختصاص وأهل المعرفة في الوصول إلى الرأي الصائب هذا أمر من الأمور المهمة في الإسلام كما ورد أن الشورى من عزائم الأمور فلا ينبغي أن تترك يعني لو كانت الشورى تترك لخطأ من الأخطاء لأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بتركها بعد غزوة أحد لأن ما حصل في غزوة أحد كان نتيجة الشورى لكن الله سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الأمر يعني لا ينبغي أن يصرفك يا محمد أنت ومن معك عن الشورى وأهميتها ما حصل لكم الشورى فيها بركة احرصوا عليها وهذا كما قلنا في سورة الشورى يعني من صفات المؤمنين ويعني أمرهم شورى بينهم قال فإذا عزمت فتوكل على الله ما معنى فإذا عزمت فتوكل على الله الشورى شاورهم لابد لابد من المشاورة قال فإذا عزمت يعني إذا تبين لك الرأي الصائب من خلال هذه المحاورات والمناقشات والمداورات فتوكل على الله اعزم اعزم لأنك أنت المسؤول أنت القائد ولابد الكلمة النهائية أن تكون القائد وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين مع ذلك إذا كان الأمر هذا حصل نتيجة للشورى تشاورتم فوصلتم إلى رأي معين لا تركنوا إلى آرائكم ولا إلى جهودكم ولكن توكلوا على الله سبحانه وتعالى يعني مع هذا الأمر هذا الأمر من باب الأخذ بالأسباب فإذا ظهر لكم أمر معين ترجح لكم أقدموا عليه وتوكلوا على الله التوكل على الله هو السبب الرئيس في تحصيل المقصود فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله لكن التوكل على الله كما ذكرنا في دروس مضت ليس هو التواكل فيه فرق بين التوكل والتواكل ما هو التوكل وما هو التواكل التواكل هو أن تترك الأخذ بالأسباب تقول أقدار الله جارية وأنا خلاص ما قدره الله سيحصل إليه يا قعد لا هذا ليس من التوكل في شيء التوكل ما هو أن تأخذ بالأسباب وتترك وتتوكل على الله في أنه يحصل لك الأمر المقصود يعني تذهب في طلب رزقك تسعر الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه قال فإذن قضيت الصلاة في يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لكن لا يلزم أنك كلما خرجت لطلب الرزق أنك تحصل الرزق لكنك أنت فعلت ماذا فعلت ما أمرك الله به توكلت على الله فإذا فعلت ذلك إما أن يحصل لك المقصود وإما أن تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى لأنك عملت بما أمرك به فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هذا التوكل الصحيح قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم هذا زيادة التأكيد أيضا أن الأخذ بالأسباب والشورى وفعل كل شيء هذا لا يغني لا يغني شيئا إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يقدر لكم النصر إن ينصركم الله النصر من الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم والعياذ بالله فمن ذا الذي ينصركم من بعده ليس هناك في هذا الكون من يقدر على نصرتكم إلا الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا كله مع الأخذ بالأسباب يجب أن يتوكل المؤمن على الله والتوكل على الله يعني أن ينخلع الإنسان من حوله وقوته وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بعد الأخذ بالأسباب هذا صفات المؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا فعلتم ذلك هذه هي صفة المؤمنين هذا كله يأتي في سياق ما حصل للمسلمين في غزوة أحد الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين فضله ورحمته بهم بأنه عفى عنهم وتفضل عليهم وأنه سبحانه وتعالى يوجههم لما ينفعهم وأن الله سبحانه وتعالى يوجههم لما يصلح لهم حياتهم ويبين لهم الأشياء التي يجب أن يتحلى بها من كانت له قيادة من كانت له إدارة أن يجمع قلوب من معه عليه فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ويبين كذلك أهمية الشورى لكن مع ذلك كله فالنصر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تفلح الأسباب بدون أن يحصل التوكل على الله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق توكله حق توكله لأن هذا هو الشيء الذي يحقق المطلوب ويحصل المقصود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير كيف يرزق الطير تغدو خماصة في الصباح تخرج من أعشاشها ومن أوكارها تخرج وتعود بطعنة في المساء تأتي وهي شبعة من أين لها الله قدر لها أرزاقها لكن هي أخذت بالأسباب انطلقت في الصباح لو بقيت في أعشائشها ما جاءها هذا الرزق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه على كل شيء قدير